الجمهورية العربية السورية وزارة التربية منهج الصف التاسع الوحدة التعليمية الثالثة معادلات ومتراجحات تقدمت مبادر الضوء بصوت عبدالخالق عمر دبرني يتضمن هذا التسجيل الدرس الأول معادلات الدرجة الأولى بمجهول واحد أي من الصفحة الواحد والخمسين إلى الصفحة السابع والخمسين كيف وجدها أرخميدس؟ كان يعتقد الحاكم أن الصانع قد تلعب بكمية ذهب عندما صنع التاج من المفترض أن يكون التاج مصنوعا من الذهب الخالص وأن تساوي كتلة 1 كيلوغرام شك الحاكم بنزاهة الصانع وتوقع أن يكون الصانع قد غش الذهب بالفضة فصنع تاجا مخشوشا كتلة هو أيضا 1 كيلوغرام طلب الحاكم من أرخميدس أن يبتكر طريقة لكشف الحقيقة كان أرخميدس يدرك أن معرفة حجب التاج بدقة قد تفيده في اكتشاف الحقيقة لأن كتلة كل درهم ذهبي تساوي 19.3 كرام وحجمه 1 سنتيمتر مكعبة وعليه يستطيع حساب حجم التاج فإذا كان التاج من الذهب الخالص تطابقت نتيجة مع الحجم الفعلي للتاج أما إذا اختلفت القيمة المحسوبة للحجم عن الحجم الفعلي للتاج يكون أرخميدس قد اكتشف الغش في صناعة التاج ظل أرخميدس يفكر في طريقة لمعرفة الحجم الفعلي للتاج بدقة وبينما كان يدخل في حوض الاستحمام لاحظ أن جسمه يزيح من الماء بقدر الحجم الذي يدخل في الماء فاستنتج أن غمر التاج في الماء وحساب حجم الماء الذي يزيحه التاج هو الأسلوب المناسب لحساب الحجم الفعلي للتاج فانهض من حوض الاستحمام وراح يرقض في شوارع سيراكوزة صائحا وجدتها وجدتها أرخميدس قيازه فوجد أن حجم التاج يساوي 62.7 سنتيمتر مقعب فهل كان التاج مخشوشا وإذا علمت أن كتلة كل درهان فضة تساوي 10.5 جرام وحجمه 1 سنتيمتر مقعب فكم كانت النسبة المئوية للذاب في التاج المخشوش معادلات ومتراجحات انطلاق نشطة في كل مما يلي واحدة فقط من الإجابات 1 و 2 و 3 صحيحة أشر إليها 1. صيغة الضرب أي المقادر الآتية مكتوب بصيغة جداء ضرب مقدارين 1. 4 ضرب القوس X-3 زائد الرقم 5 2. 3Y-2 3. القوس Z-1 ضرب القوس 3Z زائد 7 الإجابة هي رقم 3 القوس Z-1 ضرب القوس 3Z زائد 7 2. معادلة أي الكتابات الآتية تمثل معادلة بمجهول 1. X مربع ناقص X ضرب القوس X ناقص 3 2. 5 ناقص 3 تساوي 7 على 2 ناقص 1.5 3. 2 ضرب القوس Y ناقص Y ناقص Y ناقص تساوي 3Y زائد 5 الإجابة هي رقم 3 2 ضرب القوس Y ناقص 1 تساوي 3Y زائد 5 حيث أن الإجابة الأولى تحتوي على مجهول من المرتبة الثانية أي أسه 2 والإجابة الثانية لا تحتوي على مجهول 3. جزر معادلة أحد جزر المعادلة X مربع ناقص 3X تساوي 2 ضرب القوس X ناقص 3 هو الإجابة الأولى 1 الإجابة الثانية 3 الإجابة الثالثة ناقص 1 إضاءة لهذا السؤال المقصود بعبارة حل معادلة هو عملية إيجاد القيم التي تحققها توضيح لحل هذه المعادلة بداية نفك القوس فتصبح المعادلة X مربع ناقص 3X تساوي 2X ناقص 6 ننقل الطرف الأيمن من المعادلة إلى الطرف الأيسر فتصبح المعادلة على النحو التالي X مربع ناقص 3X ناقص 2X زائد 6 تساوي 0 أي X مربع ناقص 5X زائد 6 تساوي 0 وهذه المعادلة هي معادلة من الدرجة الثانية أي تحوي على مجهول بأس 2 وهو X مربعة وهذا النوع من المعادلات حيث أمثال X مربع هو واحد ننظر إلى أمثال X وننظر إلى العدد السابت فإذا وجد رقمين مجموعهما يساوي أمثال X وجدائهما يساوي العدد السابت في هذه المعادلة نحلها بالطريقة التالية هنا لدينا أمثال X هو ناقص 5 فالعددان اللازاني مجموعهما ناقص 5 هما ناقص 2 وناقص 3 وجداء هذين العددين هو 6 وهو نفسه العدد السابت في هذه المعادلة لذلك تصبح هذه المعادلة القوس X ناقص 2 ضرب القوس X ناقص 3 تساوي الصفر فلدينا هنا حلان لهذه المعادلة هما 2 و3 انتهى التوضيح حل هذا السؤال هو الإجابة رقم 2 4 تعبير عن نصب معادلة أوجد عددا مجموح ثلاثة أمثاله مع العدد الثمانية يساوي نصف مربعه إذا رمزنا إلى هذا العدد بالرمز X أمكن التعبير عن هذه المسألة بالصيغة واحد ثلاثة ضرب القوس X زائد ثمانية تساوي نصف X مربعه إثمان ثلاثة أكس زائد ثمانية تساوي نصف X مربعه ثلاثة نصف ضرب القوس ثلاثة أكس زائد ثمانية تساوي X مربعه الإجابة هي رقم 2 ثلاثة X زائد ثمانية تساوي نصف X مربعه حيث إذا فرضنا أن العدد هو X فإن ثلاثة أمثاله هو ثلاثة X ونضيف عليه الرقم الثمانية فيصفح أحد طرفي المعادلة هو ثلاثة X زائد ثمانية وهذا المجموع يساوي نصف مربعه أي نصف X مربعه خمسة إضافة عدد إلى طرفي متراجحة إذا رمز X إلى عدد عادي يحقق X ناقص ثلاثة أكبر من اثنان استنتجنا أن واحد X أصغر من ناقص خمسة اثنان X أكبر من خمسة ثلاثة X أصغر من واحد بما أن X ناقص ثلاثة أكبر من اثنان فحتما هنا X يجب أن تكون أكبر من خمسة لذلك الإجابة هي رقم ثلاثة X أكبر من خمسة ستة قسمة طرفي متراجحة على عدد إذا رمز X إلى عدد عادي يحقق ناقص ثلاثة X أصغر من اثنان عشر استنتجنا أن واحد X أصغر من خمسة عشر اثنان X أصغر من ناقص أربعة ثلاثة X أكبر من خمسة ناقص أربعة في هذه المتراجحة وبما أن لدينا ناقص ثلاثة X أصغر من أثنان عشر فإن أي رقم موجب سيؤدي إلى أن تكون متراجحة صحيحة والأرقام السالبة التي تجعل هذه المتراجحة صحيحة هي الأرقام التي تكون أكبر من ناقص أربعة حيث إذا افترضنا أن X ناقص أربعة فتكون متراجحة ناقص ثلاثة ضرب ناقص أربعة أصغر من أثنى عشر أي اثنى عشر أصغر من أثنى عشر لذلك يجب أن تكون X أكبر تماما من ناقص أربعة والإجابة هنا هي رقم ثلاثة X أكبر من ناقص أربعة سبعة خطوتان للوصول إلى حل متراجحة المتراجحة 5X ناقص أثنان أصغر من صفر صحيحة في حالة 1X أكبر من صفر فاصل أربعة 2X أصغر من خمسة على اثنين 3X أصغر من صفر فاصل أربعة توضيحة هنا نحل المتراجحة وننقل الرقم الثابت إلى الطرف الآخر فتصبح المتراجحة 5X أصغر من اثنان وبتقسيم الطرفين على أمثال X تصبح المتراجحة 5X تقسيم خمسة أصغر من اثنان تقسيم خمسة أي X أصغر من اثنان تقسيم خمسة وذلك يعني أن X أصغر من صفر فاصل أربعة وتكون الإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة X أصغر من صفر فاصل أربعة الدرس الأول معادلات الدرجة الأولى بمجهول واحد نشاط خطوات حل معادلة مصطلحات واحد حل معادلة هو إيجاد قيمة أو قيمة المجهول التي تحقق المعادلة أي تجعلها صحيحة اثنان تسمى كل قيمة للمجهول تحقق المعادلة حلا لها أو جزرا لها ثلاثة نقول إن معادلتين متكافئتان إذا كان لهما الحلول نفسها قاعدة لحل معادلة من النمط حيث أن H لا تساوي C نتبع الخطوات لآتيها واحد نجمع مقدارا إلى كل منطرفي المعادلة أو نطرح مقدارا من كل منطرفيها حتى نحصل على معادلة بسيطة من النمط AX تساوي B اثنان نقسم كل منطرفي المعادلة على A فنحصل على قيمة المجهول X وهي X تساوي B تقسيم A واحد تطبيق المباشر حل غيث المعادلة 5X-1 تساوي 7X زائد 5 على النحو الآتي واحد 5X-1-7X تساوي 5 اثنان ناقص 2X-1 تساوي 5 ثلاثة ناقص 2X-1 زائد 1 تساوي 5 زائد 1 أربعة ناقص 2X تساوي 6 خمسة X تساوي ناقص 3 حل غيث صحيح ولكن لم يشرح لنا خطوات الانتقال الخمسة التي أنجزها لذلك اشرح خطوات الحل بلغة سليمة الشرح الخطوة الأولى نقل غيث 7X من الطرف الأيمن للمعادلة إلى طرفها الأيسر وجمعه بعد تغيير إشارته مع 5X فحصل على ناقص 2X الخطوة الثانية نقل غيث ناقص 1 من الطرف الأيسر للمعادلة إلى طرفها الأيمن وجمعه بعد تغيير إشارته مع 5 فحصل على 6 الخطوة الثالثة قسم غيث المعادلة على ناقص 2 فحصل على X يساوي ناقص 3 اثنان أقراص DVD واحد تمتلك مايا مبلغا من المال اشترت أربعة أقراص DVD وبقي معها 400 ليرة سوريا ننوز إلى سعر القرص الواحد بالرمز X عبر بدلالة X عن المبلغ الذي كانت تمتلكه مايا قبل الشراء الثان تأكدت مايا من أنها كانت تستطيع أن تشتري بالمبلغ الذي كانت تمتلكه قبل الشراء 6 أقراص إذا نقص سعر القرص 100 ليرة عبر بدلالة X عن المبلغ الذي كانت تمتلكه مايا قبل الشراء بعبارة أخرى ثلاثة اكتب معادلة يحققها العدد X أربعة حل هذه المعادلة ثم استنتر سعر القرص وبعدئذ المبلغ الذي كانت تمتلكه مايا قبل الشراء الحل المبلغ الذي كانت تمتلكه مايا قبل الشراء هو 400 ليرة وهو المبلغ الذي تبقى معها إضافة إلى 4X وهو ثمن الأربعة أقراص أي 4X زاية 400 اثنان المبلغ الذي كانت تمتلكه مايا قبل الشراء بعبارة أخرى حيث من الفرض أنها كان بإمكانها شراء ستة أقراص لو نقص سعر القرص 100 ليرة أي 6 ضرب القوس X ناقص 100 ثلاثة معادلة يحققها العدد X من المعطيات حصلنا على معادلتين هما 4X زائد 400 والمعادلة 6 ضرب القوس X ناقص 100 وهتين المعادلتين متساويتين أي 6 ضرب القوس X ناقص 100 تساوي 4X زائد 400 وهي المعادلة المعبرة عن الحالة ولحلها ننشر الطرف الأيسر من المعادلة أي نثق القوس فتصبح المعادلة الكاملة هي 6X ناقص 600 تساوي 4X زائد 400 هنا نجمع الحدود المجهولة التي تحوي على X في الطرف الأيسر والحدود المعلومة في الطرف الأيمن أي ننقل المجاهل إلى طرف والمعاليم إلى طرف مع تغيير إشارة كل حد تم نقله فتصبح المعادلة 6X ناقص 4X تساوي 600 زائد 400 والآن نجمع الحدود المجهولة والحدود المعلومة فتصبح المعادلة 2X تساوي 1000 هنا نقسم كل منطرفي المعادلة على أمثال X فنجد 2X تقسيم 2 تساوي 1000 تقسيم 2 ومنه فإن X تساوي 1000 تقسيم 2 وتساوي 500 فسعر القرص هو 500 ليرة سوريا ولمعرفة المبلغ الذي كانت تمتلكه مايا قبل الشراء نعوض قيمة X بإحدى المعادلتين السابقتين وهنا سوف نعوضها في المعادلة الأولى والتي هي 4X زائد 400 فتصبح 4 ضرب 500 زائد 400 تساوي 2000 زائد 400 وتساوي 2400 وهو المبلغ الذي كانت تمتلكه مايا قبل شراء الأقراص تعلم تعريف المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول X هي كل معادلة تقول إلى الشكل AX زائد B تساوي 0 بشرط A لا تساوي 0 خواص 1 إذا جمعنا المقدار نفسه إلى كل المنطرفي المعادلة أو طرحنا المقدار نفسه من كل المنطرفيها حصلنا على معادلة مكافئة للمعادلة المعطاء اثنان إذا ضربنا كل المنطرفي المعادلة بعدد غير معدوم أو قسمنا كل المنطرفيها على عدد غير معدوم حصلنا على معادلة مكافئة للمعادلة المعطاء حل معادلة لحل المعادلة من الشكل HX زائد M تساوي CX زائد D واحد نرد باستعمال الخواص المعادلة إلى معادلة مكافئة من الصيغة AX تساوي B حيث A لا تساوي 0 اثنان نقسم طرفي المعادلة على A فنجد X تساوي B تقسيم A وهو حل المعادلة أو جزوها مثال حل المعادلة 5X ناقص 4 تساوي 3X زائد 2 واحد نطرح 3X من كل المنطرفي المعادلة فنحصل على 2X ناقص 4 تساوي 2 اثنان نجمع العدد 4 إلى كل المنطرفي المعادلة السابقة فنحصل على 2X تساوي 6 ثلاثة نقسم كل المنطرفي المعادلة الأخيرة على العدد 2 فنحصل على X تساوي 3 نتحقق من أن X تساوي 3 يحقق المعادلة ملاحظة هذه الخطوة ليست جزءا من الحل لكنها مفيدة لدريأي خطأ حسابي محتمل التحقق 5X-4 تساوي 5 ضرب 3-4 وتساوي 15-4 وتساوي 11 الطرف الثاني من المعادلة 3X زائد 2 تساوي 3 ضرب 3 زائد 2 تساوي 9 زائد 2 وتساوي 11 اكتساب معارف كيف نعبر عن مسألة بمعادلة؟ في أحد المجالس عدد من الأشخاص ربعهم تنحصر أعمارهم بين 20 سنة و30 سنة وثلثهم تنقص أعمارهم عن 20 سنة ومنهم 20 شخصا تزيد أعمارهم عن 30 سنة مع عدد الأشخاص في هذا المجلس الحل 1- ترميز المجهول نرمز إلى عدد الأشخاص في المجلس بالرمز X فيكون ربع عددهم هو X تقسيم 4 وثلث عددهم X تقسيم 3 فيكون عددهم الكلي 20 زائد X على 4 زائد X على 3 حيث العدد 20 يمسي الأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن 30 سنة 2- تشكيل المعادلة من جهة أخرى عدد الأشخاص يساوي X إذن X يساوي 20 زائد X على 4 زائد X على 3 هنا لدينا الكسران X على 4 وX على 3 لجمعهما نحتاج إلى توحيد مقامهما والمضاعف الأصغر لمقامهما هو 12 لذلك ونضرب البسط والمقام للعدد X على 4 بالرقم 3 ونضرب البسط والمقام للكسر X على 3 بالعدد 4 لنحصل على مقام مشترك لهذين الكسرين وهو العدد 12 فتصبح المعادلة X يساوي 20 زائد 3X على 12 زائد 4X على 12 ومنه فإن X يساوي 20 زائد 7X على 12 ثالثا حل المعادلة نطرح 7X على 12 من كل من طرفي المعادلة فنحصل على X ناقص 7X على 12 يساوي 20 وهنا أيضا نوحد مقامات بالنسبة للعددين X والكسر 7X على 12 حيث مقام X هو 1 فنضرب العدد X ونقسمه على العدد 12 فتصبح المعادلة 12X على 12 ناقص 7X على 12 تساوي 20 ومنه فإن 5X على 12 تساوي 20 هنا للتخلص من المقام X والذي هو 12 نضرب طرفي المعادلة بالعدد 12 فتصبح المعادلة 5X يساوي 20 ضرب 12 ومنه فإن 5X تساوي 240 والآن نقسم طرفي المعادلة على أمثال X والذي هو رقم 5 فتصبح المعادلة X يساوي 240 تقسيم 5 ومنه فإن X يساوي 48 إذن فعدد الأشخاص في المجلس يساوي 48 شخصاً تحقق من فهمك أولاً أي المعادلات الآتية حلوها سالب 2 الإجابة الأولى 3X زائد 1 تساوي 2X ناقص 3 الإجابة الثانية 5Y زائد 2 تساوي 3Y ناقص 2 الإجابة الثالثة هي Z على 2 ناقص 3 تساوي Z ناقص 2 الحل نعوض الرقم سالب 2 في كل من المعادلات الثلاثة ومنه فإن المعادلة الأولى والتي هي 3X زائد 1 تساوي 2X ناقص 3 نعوض X بالقيمة سالب 2 فتصبح المعادلة 3 ضرب سالب 2 زائد 1 تساوي 2 ضرب سالب 2 ناقص 3 فتصبح المعادلة سالب 6 زائد 1 تساوي سالب 4 ناقص 3 أي إذا عوضنا القيمة سالب 2 في المعادلة نتج لدينا سالب 5 تساوي سالب 7 إذن القيمة سالب 2 ليست حل هذه المعادلة ثانياً المعادلة 5Y زائد 2 نعود y بالقيمة سالب 2 فنجد أن 5 ضرب سالب 2 زائد 2 تساوي 3 ضرب سالب 2 ناقص 2 ومنه فإن سالب 10 زائد 2 تساوي سالب 6 ناقص 2 أي سالب 8 تساوي سالب 8 والمعادلة صحيحة أي أن القيمة سالب 2 هي حلا لهذه المعادلة المعادلة الثالثة والتي هي زائد على 2 ناقص 3 تساوي زائد ناقص 2 نعود z بالقيمة سالب 2 فتصبح المعادلة سالب 2 على 2 ناقص 3 تساوي سالب 2 ناقص 2 ومنه فإن ناقص 4 تساوي ناقص 4 أي أن القيمة سالب 2 هي حل لهذه المعادلة أيضا ثانيا حل كل من المعادلات الآتية 1 5Y ناقص 4 تساوي 3Y زائد 2 2 زائد على 3 تساوي 1 على 2 3 زائد على 3 زائد 4 تساوي زائد على 4 ناقص 1 الحل حل المعادلة 5Y ناقص 4 تساوي 3Y زائد 2 وهي معادلة من الدرجة الأولى نضع المجاهل في طرف والمعالين في طرف مع تغيير إشارة كل حد يتم نقله فتصبح المعادلة 5Y ناقص 3Y تساوي 4 زائد 2 ومنه فإن 2Y تساوي 6 نقسم طرفي المعادلة على أمسال Y والذي هو الرقم 2 فتصبح المعادلة Y تساوي 6 على 2 ومنه فإن Y تساوي 3 حل المعادلة الثانية والتي هي زائد على 3 تساوي 1 على 2 وهي معادلة من الدرجة الأولى نتخلص من مقام Z بضرب طرفي المعادلة بالرقم 3 فتصبح المعادلة 3Z على 3 تساوي 3 على 2 ومنه فإن Z تساوي 3 على 2 حل المعادلة الثالثة والتي هي زائد على 3 زائد 4 تساوي زائد على 4 ناقص 1 وهي معادلة من الدرجة الأولى نضع المجاهل في طرف والمعالين في طرف آخر فتصبح المعادلة Z على 3 ناقص Z على 4 تساوي ناقص 1 ناقص 4 هنا نوحد المقامات بالنسبة للكسرين Z على 3 وZ على 4 والمضاعف المشترك الأصغر لمقاميهما هو 12 لذلك نضرب بسط والمقام الكسر Z على 3 بالرقم 4 ونضرب بسط والمقام الكسر Z على 4 بالرقم 3 فتصبح المعادلة 4Z على 12 ناقص 3Z على 12 تساوي ناقص 5 أي Z على 12 تساوي سالب 5 هناكي نتخلص من مقام Z نضرب طرفي المعادلة بالرقم 12 فتصبح المعادلة Z تساوي سالب 5 ضرب 12 ومنه فإن Z تساوي سالب 60 تدرب السؤال الأول حل كلها من المعادلات الآتية المعادلات الأولى هي Z على 5 ناقص 2 تساوي Z زائد 2 وهي معادلة من الدرجة الأولى لذلك نضع المعارين في طرف والمجاهيل في طرف آخر مع تغيير إشهاد كل حد تم نقله فتصبح المعادلة Z على 5 ناقص Z Z تساوي 2 زائد 2 ونوحد المقامات بالنسبة للكسر Z على 5 والعدد Z فتصبح المعادلة Z على 5 ناقص 5Z على 5 تساوي 4 ومنه فإن سالب 4Z على 5 تساوي 4 لنتخلص من مقام Z نضرب طرفي المعادلة بالرقم 5 فتصبح المعادلة سالب 4Z تساوي 20 ولكي نتخلص من أمثال X والذي هو الرقم سالب 4 نقسم طرفي المعادلة على الرقم سالب 4 فتصبح المعادلة Z تساوي 20 تقسيم سالب 4 أي أن Z تساوي سالب 5 حل المعادلة الثانية والتي هي 4X زائد 1 على 2 تساوي 2X ناقص 1 على 3 وهي معادلة من الدرجة الأولى نضع المجاهيل في طرف والمعالين في طرف آخر فتصبح المعادلة 4X ناقص 2X تساوي سالب 1 على 3 ناقص 1 على 2 وهنا نوحد المقامات بالنسبة لكسرين 1 على 2 و1 على 3 والمضاعف المشترك الأصغر لمقاميهما هو الرقم 6 لذلك نضرب بسط ومقام العدد 1 على 2 بالرقم 3 ونضرب بسط ومقام العدد 1 على 3 بالرقم 2 فتصبح المعادلة 2X تساوي سالب 3 على 6 ناقص 2 على 6 ومنه فإن 2X تساوي سالب 5 على 6 والآن نتخلص من أمثال X فنقسم طرفي المعادلة على الرقم 2 فتصبح المعادلة X يساوي سالب 5 على 12 حل المعادلة الثالثة والتي هي وي على 2 ناقص 3 على 2 تساوي وي على 3 ناقص 1 على 2 وهي معادلة من الدرجة الأولى نضع المجاهيل في طرف والمعالين في طرف فتصبح المعادلة Y على 2 ناقص Y على 3 تساوي 3 على 2 ناقص 1 على 2 نوحد المقامات بالنسبة للكسرين Y على 2 وY على 3 والمضاعف المشترك الأصغر لمقاميهما هو 6 لذلك نضرب بسط ومقام العدد Y على 2 بالرقم 3 ونضرب بسط ومقام العدد Y على 3 بالرقم 2 فتصبح المعادلة 3Y على 6 ناقص 2Y على 6 تساوي 1 ومنه فإن Y على 6 تساوي 1 وكي نتخلص من مقام Y نضرب طرف المعادلة بالرقم 6 فتصبح المعادلة Y تساوي 1 ضرب 6 ومنه فإن Y تساوي 6 السؤال الثاني ABCD مستطيل وE نقطة من AB تحقق AE تساوي AD وتساوي 3 سنتيمتر وEB تساوي X سنتيمتر واحد أحسب بدلالة X محيط المستطيل 2 استعمل معادلة لحساب قيمة X التي تجعل محيط المستطيل مساويا 20 سنتيمتر توضيح إن المستطيل ABCD ضلعه AB هو الضلع الأفقي بالأعلى والضلع DC هو الضلع الأفقي بالأسفل والنقطة E هي نقطة من القطع المستقيمة AB حيث تبعد على النقطة B مسافة X وتبعد على النقطة A مسافة 3 سنتيمتر وهذه المسافة تساوي الضلع الشاقولي والذي هو AD فيكون بعد المستطيل هما البعد الأفقي والذي هو AB يساوي 3 زائد X والبعد الثاني والذي هو AD يساوي 3 سنتيمتر انتهى التوضيح الحل محيط المستطيل يساوي 2 ضرب مجموع بعد المستطيل وإذا فرضنا أن محيط المستطيل هو B فتكون B تساوي 2 ضرب القوس AB زائد AD أي أن B تساوي 2 ضرب القوس 3 زائد 3 زائد X وتساوي 2 ضرب القوس 6 زائد X وتساوي 12 زائد 2 X حل الطلب الثاني استعمال معادلة لحساب قيمة X التي تجعل المحيط المستطيل مساويا 20 سنتيمتر من المعادلة السابقة وبضعويض قيمة المحيط التي هي 20 سنتيمتر فتصبح المعادلة 20 سنتيمتر تساوي 12 زائد 2 X وهي معادلة من الدرجة الأولى لحلها نضع المجاهل في طرف والمعالين في طرف فتصبح المعادلة 20 ناقص 12 تساوي 2 X ومنه فإن 2 X تساوي 8 نقصم طرفي المعادلة على أمثال X فتصبح المعادلة X تساوي 8 على 2 ومنه فإن X تساوي 4 فيكون طول الضلال الأفقي المستقيل هو 3 زائد 4 وتساوي 7 السؤال الثالث اشترت سلمة علبة أقلام تلوين وعلبة أدوات هندسية بمبلغ 710 ليرات سورية العلبة الهندسية أغلى من علبة التلوين بمبلغ 110 ليرات سورية واحد أي الأعداد الآتية يدل على سعر علبة التلوين الإجابة الأولى 710 ناقص 110 الإجابة الثانية 710 على 2 ناقص 110 الإجابة الثالثة القوس 710 ناقص 110 على 2 يمكن تمسيل الحالة بالمخطط المرافقة حيث المخطط عبارة عن خط المستقيم يحتوي على سلاس أقسام القسم الأول يمثل البيت التلوين والقسم الثاني يمثل البيت التلوين والقسم الثالث يمثل الفرق والذي هو 110 الحل المخطط المرسوم جانبا مستوحى من المخطط المفروضة ومن هنا نستنتج أن العدد الذي يدل على سماع البتاء التلوين هو 710 ناقص 110 فسعر البيت التلوين هو 710 ناقص 110 على 2 توضيح يمكننا حل هذا السؤال بطريقة أخرى وهي طريقة تشكيل معادلة فإذا فرضنا أن سعر علبة التلوين هي X فتكون سعر العلبة الهندسية هي X زائد 110 لأن العلبة الهندسية أغلب 110 من علبة التلوين وبما أن لدينا المبلغ كل والذي هو 710 فتنتج لدينا المعادلة 710 تساوي سعر علبة التلوين والذي هو X وسعر العلبة الهندسية والذي هو X زائد 110 فتصبح المعادلة 710 تساوي X زائد القوس X زائد 110 أي 710 تساوي 2X زائد 110 كنا نضرح من طرفي المعادلة القيمة 110 فتصبح لدينا 2X تساوي 710 ناقص 110 نقسم طرفي المعادلة على الرقم 2 فتصبح المعادلة X تساوي 710 ناقص 110 على 2 انتهى التوطيح اثنان ما سعر العلبة الهندسية الحل بما أن علبة التلوين تساوي 710 ناقص 110 على 2 وتساوي 600 على 2 وتساوي 300 فإن سعر علبة الأدوات الهندسية هي 300 زائد 110 وتساوي 410 ليرة سوريا انتهى التسجيل